ممكن نعرف شيخنا يعني الذكرته مؤتمر راح يصير مؤتمر صحفي من هم اللي راح يكونون اللي يتحدثون باسم الفيلم في هذا المؤتمر طبعا هم اللي يشتغلون في عالم صناعة الأفلام الصينما العالمية يدركون كم هذا الأمر صعب يعني الذين يتحدثون في هذا المؤتمر مو أي ناس بالتأكيد لابد يكون جزء منهم وناس من الخبراء من لهم اشتغال بهذه الصناعة نعم وهؤلاء مكلفون لهذا السبب إحنا جاي نطرح هذه الأمور حتى الناس بس تحاول تستوعب إشقد أكو حمل ثقيل علينا حتى نخرج هذا الفيلم بالصورة التي تليق به يعني هنا لازم نستأجر ناس خبراء في هذا المجال مجال المؤتمر الصحفي بس تستأجرهم أنت تتكفل بمصاريف ذهابهم ومجيئهم وتذكرتهم وإقامتهم وفندقهم ومأكلهم ومشربهم حتى يجون يحضرون في هذا المؤتمر حتى تحضر وسائل الإعلام خوة وسائلهم ما رح تحضر لي أسماء غير معروفة من وذولة من وذولة رح يحجون فإذا هنا شغلة مهمة نعم تطلب وقبل هذا نفس هؤلاء يعني مثلا هذا واحد إعلامي مثلا الآن التركيز على أنه نجيب واحد إعلامي غربي معروف صاحب اسم موسيط إن شاء الله يقبل يعني وإذا ما قبل نشوف غيره بالنتجة هذا هو السعي اللي موجود الآن أنه نجيبه حتى هو يجي يتحدث ويدير هذه الجلسة شيخنا ذوله مكلفين جدا مكلفين مو المسألة هينة بس هذا شنو مكلف مهما يكون تكلفته هي في صالحك يسوى ليش؟ لأنه هو اللي رح يجيب لك هو بس وسائل إعلام تسمع أنه فلان الفلاني الشخصية المشهورة المعروفة هي اللي جاي تدير الجلسة البانل هذه حول فيلم سيدة الجنة كلها تيجي أو فلان فلان من القضاة يسموهم قضاة التحكيم في المهرجانات يعني فد واحد قاضي مو هذو أصحاب اللي يساوون يتخذون القرار قرارات يسموه جوري أنه يحكمون أنه هذا الفلان يستحق جائزة مثلا نعم عرفته من الجوائز هذه العالمية فهذا تجيب واحد من ذولة مثلا المهم فشيء من هذا القبيل زين هذولة تدري ما تقدر تخاطبهم بشكل مباشر تدري شنو تحتاج؟ تحتاج أن تتعاقد مع جهات وسيطة شركة علاقات عامة نعم وقد تعاقدنا بحمد الله ما شاء الله شركة علاقات عامة لها خبرة عشرين سنة في أمريكا شوفوش قد أكو عقوده هو الناس تصورها ليش نقول عالم الأفلام العالم مو حي الله أي شيء يعني أنت سويت فيلم زين سويته وبعدين وكم متطلبات ما بعد الفيلم وهذا الشنا نقول احنا من اليوم الأول تذكرون أنه نحن نعلم مراحل ومن أهم المراحل نعم هي مرحلة ما بعد انتاج الفيلم لأنها تتضمن شنو أولا لازم تنتج لك فيلم وثائقي والثق ما وراء كواليس هذا الفيلم وهذا تم انتاجه بحمد الله الحمد الله هذا رح ينعرض هناك رح ينعرض أنه يبين شنو وراء هذا الفيلم شون تم مثلا بناء مكة والمدينة مثلا نعم شون جابه وشون سوه والغرافيك شلون صار لا تنسى أنه احنا مليونين ثلاث ملايين باون يعني مليونين ونص وتقريبا نص هذا هم الضرائب ما الضرائب يصير تقريبا ثلاث ملايين ثلاث ملايين باون فقط صرفنا على شنو على الغرافيك نعم مكلف شان يعني هذه ميزانية ضخمة أي فيلم اللي له مثل هذه الميزانية فقط غرافيك سي جي آي والأشياء هذه هذا يعتبر يعني شيء عظيم يعني ليش طبعا هذا لأنه إحنا عدنا تدرون المعصومين عليهم السلام في الفيلم نعم خيالي صار المشهد هذا هذا خيالي لما تنزل الملائكة بالكساء ملائكة تنزل وتحيط بأهل البيت عليهم السلام وتدور حولهم فجأة أنك تشفحنا في الكون كأن الكون كله يدور حول الخمسة أهل الكساء عليهم السلام هذا ما يشوفه بالفيلم بالتريلر فشيء يعني جدا ضخم فإذا أنت لازم تسوي هذه أولا أنه تسوي لك أنت ما وراء كواليس الفيلم بغير هالطريقة ما يشعر سواء الموزع أو الإعلامي أو حتى المشاهد العادي ما يشعر بضخامة الفيلم أنت شايفك فيلم عالمي نعم يطلع بدون ما يكون مطلعين ويا أنه شنو وراء هذا الفيلم يسمونه الميكينج نعم كيف تم صنع هذا الفيلم يعني ما وراء الكواليس هذه مرحلة جدا مهمة زين مرحلة ثانية هي هذه أنك أنت تجي تتعاقد مع شركة علاقات عامة هذه الشركة هي التي تتولى أمر تمثيل هذا الفيلم في المهرجانات العالمية وفي باب التسويق والدعاية ومشاكل وتتعاقد مع شركة ثالثة للمبيعات والتسويق اللي أيضا لدينا عقد معها شركتان أمريكيتان الآن عقودنا معها في هذا الجانب